هذا سائل يقول هل القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القباب الشركية المحرمة لا ليست من القباب الشركية هي يتبرك بها أو يعتقد بها أو يطاف بها مجعوله فقط لأجل تضليل القبر وحماية وعلى كل حال الأولى عدمها لكن فعلها الذي وضعها سلطان من السلاطين وضعها سلطان ليس بمشورة أهل العلم وإنما هو أمر سلطاني نعم